أهلا وسهلا بكم متابعين الأعزاء متابعي قناة خبر نيوز في سعيها لتكون معادلة صعبة في عالم الطيران الحربي تركيا تحدث قفزة نوعية في الصناعات التركية بتطويرها لنظام الدفاع الجوي جوك ديمير وعلى صعيد الطائرات المسيرة عنقاء ثلاثة شباحية تستعد للدخول في الخدمة لمزيد من التفاصيل كونوا معنا حتى النهاية في رحلتها للاكتفاء الذاتي في مجال الصناعات الدفاعية طورت تركيا على مدار السنوات الماضية مجموعة من الأنظمة الجوية الوطنية على مستويات مختلفة لتحقيق هدفها بإنشاء منظومة دفاع جوي متكامل ومتعدد الطبقات محلية الصنع وكان آخر ما أعلنت وزارة الدفاع التركية أنه سيدخل مخزونها الدفاعي قريبا هو نظام الإطلاق جوك ديمير الذي طورته شركة السلسان الوطنية للصناعات الدفاعية بالتعاون مع ماهد الأبحاث العلمية والتكنولوجية التركي توبيتاك ويعد نظام جوك ديمير واحدة من أهم عناصر مشروع الدفاع الجوي الوطني التركي متعدد الطبقات أي القبة الفلاذية الذي يهدف إلى حماية المجال التركي من أي تهديد محتمل إذ سيكون من الممكن استخدام جوك ديمير في إطلاق صواريخ جو جو وصواريخ أرض جو على مدى واردفاع متوسطة كما سيوفر النظام مرونة تشغيلية تمكنه من أداء مهام الدفاع الجوي والصاروخي ضد التهديدات الجوية المحتملة في وقت قصير إذ يمكن تزويده بثماني أو اثني عشر صاروخ جو جو من طراز جوك دوغان الوطني الذي دخل حيز الاستخدام الشهر الماضي وحسب ما نشرته شركة السلسان المصنعة للنظام الإطلاق على موقعها الإلكتروني فإنه سيعترض التهديدات الجوية المحتملة المختلفة مثل الطائرات الحربية والمروحيات والطائرات بلا طيار المسلحة وغير المسلحة وصواريخ كروز وصواريخ جو أرض وأجري أول اختبار للنظام الإطلاق في يونيو حزيران عشرين اثنين وعشرين وأثبت نشاحه في قدرته على الانتشار وإطلاق النار المتسلسل في وقت قصير وتدمير التهديدات المحتملة بزاوية ثلاثمائة وستين درجة بفضل هيكله الدوار يعتغ اكتمير عنصرا حاسما في مشروع الدفاع الجوي الوطني التركي متعدد الطبقات أي القبة الفلاثية الذي يهدف إلى الحماية الكاملة للمجال الجوي التركي ويتمتع بعدة ميزات وخصائص تجعل منه قفزة نوعية في مجال الصناعات الدفاعية الجوية وعلى رأس تلك الخصائص تأتي الحركة والمرونة العالية فهو نظام دفاع جوي محمول ومتنقل ما يوفر القدرة على نشره وإعادة وضعه بسرعة في ساحة المعركة كما أن النظام صمم لتركيبه على مجموعة متنوعة من المنصات ما يسمح له بالتكيف مع سيناريوهات التشغيل المختلفة كانت لدى النظام القدرة الدفاعية متعددة الطبقات إذ يمكنه العمل بشكل متكامل مع أنظمة الدفاع الجوي الأخرى خاصة عند استخدامه مع أنظمة مثل حصار فإنه ينشئ شبكة دفاعية متعددة الطبقات من ناحية أخرى يتمتع غوكديمير بتقنيات رادارية وأجهزة الاستشعار متقدمة إذ جهز النظام برادار ومستشعرات كهروضوئية تكتشف الأهداف وتتتبعها بدقة عالية في ظروف الرؤية المنخفضة ويستخدم غوكديمير في المقام الأول لحماية المجال الجوي في المناطق ذات الأهمية الاستراتيجية والبنى التحتية الحيوية وتشمل القواعد العسكرية والمناطق والمدن الحدودية وسيظل النظام في حالة تأهب دائم للتهديدات قصيرة ومتوسطة المدى من أجل إحباط الهجمات كذلك سيتمكن نظام الإطلاق متعدد الأهداف الذي عريض لأول مرة العام الماضي في معرض صناعة الدفاع IDF في يوليو 2023 من اكتشاف وتتبع وتحييد الأهداف المتعددة في آن واحد ما يشكل ميزة حاسمة في حالة الهجوم المكثفة يمثل مشروع القبة الفولزية الذي يعد أوكديمير جزءا منه قفزة نوعية في قدرات تركيا الدفاعية فهو ليس مجرد نظام دفاع جوي تقليدي بل شبكة متكاملة من الرادارات والصواريخ وأنظمة الحرب الإلكترونية تعمل بتناغم فريد وسوف تزود الشبكة بالذكاء الاصطناعي وأنظمة أسلحة الدفاع الجوي والرادار وأجهزة الاستشعار الكهروضوئية ووحدات الاتصالات ومحطات التحكم والقيادة وستتمكن الرز وتتبع وتدمير مجموعة واسعة من الأهداف الجوية بدقة عالية وسرعة فائقة بدءا من الطائرات المقاتلة وصولا إلى الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة واعتمدت تركيا في بنائها منظومة القبة الفولاذية على القدرات المحلية في تطوير أنظمة الإنذار والمراقبة وتعد شركة أسلسان من الشركات الرائدة في هذا المجال فهي العمود الفقري لمشروع القبة وعن أهمية مشروع القبة الفولاذية أكد رئيس هيئة الصناعات الدفاعية التابعة للرئاسة التركية هالوك غورغون أهمية تطوير نظام موحد لأنظمة متعددة مؤكدا أن هذا المشروع الوطني سيعمل على الدمج جميع أجهزة الاستشعار والأسلحة ضمن شبكة متكاملة مع أنظمة الدفاع الجوي الطبقية وأضاف غورغون أن ذلك يتيح إنشاء صورة جوية مشتركة وإرسالها في الوقت الفعلي إلى مراكز العمليات وتقديمها لصانع القرار مدعوما بالذكاء الاصطناعي لاتخاذ القرارات وأوضح أن شركة أسلسان وركستان وتبيتاك ساجة ومصنع MKA ستتعاون في تنفيذ هذا المشروع ووفقا للصحفي والكاتب سرتاش أكسان فإنه يمكن تقسم شبكة الدفاع الجوي الجديد إلى أربع طبقات قصيرة المدى وقريبة المدى ومتوسطة المدى وطويلة المدى أما الطبقة قصيرة المدى فتهدف إلى تصدي للتهديدات القريبة جدا وتشمل الأنظمة التركية مثل كوركوت وغوكبيرك وشاهين وغوكير وإختار وسونغور وثانيا الطبقة قريبة المدى التي تتعامل مع أهداف على مدى تتراوح من 5 إلى 10 كيلومترات وتستخدم تركيا أنظمة مثل هيريكس وسيرام وحصار إيموغب وغوروز في هذه الطبقة والطبقة الثالثة وهي متوسطة المدى التي تتراوح بين 10 و 15 كيلومتر وتستخدم تركيا في هذه الطبقة أنظمة مثل كالكان واحد وكالكان اثنان وحصار أوموغب في هذه الطبقة يلعب نظام كالكان دور رادار الإنذر المبكر إذ يكتشف الأهداف الجوية بسرعة ودقة ويضيف أكسان أن تركيا طورت أنظمة للتعامل مع الأهداف طويلة المدى التي تتراوح بين 15 و 30 كيلومتر ومدى أفقي يزيد عن 60 كيلومتر وأهم هذه الأنظمة سيبر وهو النظام الرئيسي في هذه الطبقة ومن المتوقع أن يدخل نظام سيبر الخدمة هذا العام وستكون له عدة نسخ بأمديات مختلفة إذ ستصل النسخة النهائية إلى قدرات اعتراض الصواريخ الباليستية التكتيكية وعلى صعيد الطائرات المسيرة عنقاء ثلاثة الشبحية تستعد للدخول في الخدمة أعلنت شركة الصناعات الفضائية الجوية تي اي اي على حسابها على موقع اكس في التاسع عشر من أغسطس عن تقدم كبير في طائرتها بدون طيار الشبح عنقاء ثلاثة خلال رحلة تجربية نجحت الطائرة بدون طيار في صحب جهاز الهبوط الخاص بها في منتصف الرحلة مما يمثل خطوة جديدة حاسمة في تطويرها ويصلت هذا الاختبار الضوء على التطور المستمر لهذا المشروع الطموح نشرت تي اي اي صورا للاختبار على حسابها الرسمي على منصة اكس مؤكدة على أداء عنقاء ثلاثة خلال هذه المرحلة الحريجة نجحت الطائرة بدون طيار التي تعمل بمحرك توربيني وتم تطويرها باستخدام موارد محلية ووطنية في سحب جهاز الهبوط الخاص بها أثناء الطيران وهو الأول من نوعه لهذه الطائرة لا يعرض هذا الحدث قدرة تي اي اي على الابتكار في مجال الطيران العسكري فحسب بل يعكس أيضا التزام الدولة بتعزيز استقلالها التكنولوجي وقال الشركة تي اي في بيان أن عنقاء ثلاثة التي قامت برحلتها الافتتاحية في الثامن وعشرين التي قامت برحلتها الافتتاحية في الثامن وعشرين من ديسمبر الفين ثلاثة وعشرين أكملت الآن بنجاح مرحلة أساسية أخرى من خلال سحب جهاز الهبوط الخاص بها في منتصف الرحلة هذا الانجاز يصلت الضوء على أداء عنقاء ثلاثة الاستثنائي ويقربنا للتقنيات الرائدة التي من شأنها تعزيز القدرات الدفاعية لبلادنا بينما تستعد عنقاء ثلاثة للمهام المستقبلية بتقنياتها المتطورة وتصميمها المبتكر فمن المتوقع أن يكون لها تأثير كبير على صناعة الدفاع في تركيا عنقاء ثلاثة دخلت مرحلة العد التنزلي لضمان أمن وطننا تم تجهيز عنقاء ثلاثة بمواصفات مثيرة للإعجاب مع سرعة طيران قصوة تبلغ 0.7 ماخ وسقف تشغيلي يبلغ 40 ألف قدم وسعة حمولة تصل إلى 1200 كيلو جرام وقدرتها على التحمل لمدة عشر ساعات تضع هذه الطائرة بدون طيار نفسها كلاعب الرئيسي في الطائرات بدون طيار قتالية بالإضافة إلى ذلك فهي تشترك في بنية إلكترونيات الطيران ومحطة التحكم الأرضية مع سابقاتها عنقاء واحد وعنقاء اثنان في حين توفر رؤية رادارية منخفضة وسرعة عالية وقدرة حمولة كبيرة تم تصميم عنقاء ثلاثة للعمليات على خط البصر وخارج خط البصر عبر التحكم عبر الأقمار الصناعية ويبلغ الحد الأقصى لوزن إقلاع الطائرة ستة آلاف وخمسمائة كيلو جرام وسرعة طيران تبلغ مئتي وخمسين عقدة على ارتفاع ثلاثين ألف قدم وسرعة قصوى تبلغ ربع مئة خمسة وعشرين عقدة ويؤكد هذا الإنجاز قدرات تركيا المتنامية في مجال الطائرات بدون طيار القتالية مما يعزز برعتها التكنولوجيا في الدفاع لعدة سنوات قامت باستثمارات كبيرة في تطوير صناعاتها الدفاعية بهدف تقليل اعتمادها على الواردات وتصبح لاعبا رئيسيا على الساحة الدولية ويعد تطوير طائرات بدون طيار مثل عنقاء ثلاثة مثالا واضحا على هذه الجهود وتشكل هذه المبادرات جزءا من استراتيجية أوسع لتحديث القوات المسلحة التركية مع تعزيز الابتكار المحلي ومن خلال التعاون الوثيق بين الحكومة والصناعة والمؤسسات البحثية تمكنت تركيا من إنشاء قاعدة صناعية قادرة على إنتاج أنظمة أسلحة متقدمة لا تلبي الاحتياجات الوطنية في حسب بل يتردد صداها أيضا في الأسواق الدولية وبالتالي فإن نجاحا قا ثلاثة يرمز إلى ديناميكية الصناعة إلى ديناميكية الصناعة الدفاعية في تركيا والتي تستمر في النمو بوتيرة ثابتة سواء من حيث القدرات التقنية أو الوصول الدولي ويعكز هذا التقدم تصميم تركيا على ترسيخ مكانتها كزعيم إقليمي ولاعب عالمي في مجال تقنيات الدفاع مع تعزيز أمن أراضيها وقواتها المسلحة أيضا بهذا متابعين العزاء أكون قد وصلت معكم إلى نهاية هذا الفيديو أرجو ترك آرائكم وتعليقاتكم أسفل هذا الفيديو ولا تنسوا الاشتراك وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد دمتم في خير والسلام عليكم ورحمة الله ترجمة نانسي قنقر